ما أن أفرجت السلطات الصينية عن سكانها بتخفيف قيود فيروس كورونا حتى وقع سكان الصين بحصار شبه عالمي كابوس ما خلفه تفشي الفيروس من كوارثة عاد إلى أذهان الدول فور تجدد عدواه الشرسة التي تصيب الملايين يومياً في الصين لم تتردد الدول باتخاذ قراراتها وإن بدت متباينة لكنها أجمعت على خوض حرب الإغلاق أو القيود ضد تفشي الفيروس لديها المغرب منع دخول القادمين من الصين إلى أراضيه سبقته دول في القارات العجوز منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بفرض قيود على المسافرين القادمين من الصين تتمثل بإظهار نتيجة فحصات سلبية قبل الصعود إلى الطائرة كما تردت الذاكرة القاسية الولايات المتحدة وكندا واليابان والهند وماليزيا لتشترط بدورها فحصات سلبية النتائج على الزوار القادمين من الصين بعد إنهاء بكين سياسة سفر كوفيد ولاحقاً أستراليا التي أعلنت عن سريان قرارها في الخامس من الشهر الحالي وما بدى لافتاً هو عرض المساعدة لبكين الذي تقدمت به تايوان السعية للاستقلال عن الصين بمد يد المساعدة لبكين لمواجهة الارتفاع الحاد بالإصابات بدورها لم تتنازل منظمة الصحة العالمية عن مطالبتها الحديث القديم لسلطات بكين بمزيد من المعلومات التفصيلية تحتاجها المنظمة لإجراء تقييم شامل لمخاطر الفيروس مع مساندتها لإجراءات الدول التي تهدف لصد الفيروس عن أراضيها رغم وصف الصين لقرارات تلك الدول واشترطاتها بالتمييزية حنان المصري العربية